كلام بحضراتكم من جديد وزي ما اسمعته وشفته صوت وصورة من ملعب مختار التتشبيل جزيرة كلام كان مهم جدا من دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة والرسائل الإيجابية والدعم والمؤذرة اللي بيعست فريق النادي الأهلي قبل المشاركة في هذا الحدث الاستثناء بجد بأمانة أنا رسالة لكل جمهوري النادي الأهلي في هذه اللحظات ابدأوا عيشوا أجواء المنديال إن شاء الله خلاص النادي الأهلي بيستعد لهذا الحدث وهذه البطولة الكبيرة فالفترة اللي جاية عندنا رسالة إيجابية عندنا روح معنوية عالية النادي الأهلي في منطقة الحمد لله مختلفة تماما منطقة تقدر تقول بين الفرق الكبيرة أو مصاف الأندية العالمية انت موجود ما بين بطل أسيا وبطل أوروبا وبطل أمريكا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبية اللي هتحدد بإذن الله يوم 30 يناير غدا إن شاء الله هنعرف من الطرف اللي موجود من بطل أمريكا الجنوبية والناس كلها والعالم كلها هيكونوا أنظروا من خلال هذا الحدث الكبير جدا بالمناسبة من بعد جائحة كورونا في أوائل العام الماضي الاتحاد الدولي كان عنده تحديات كثيرة جدا لكي يبدأ في تنظيم فعلياته وتنظيم بطلاته كأس العالم للأندي يا جماعة نقدر نقول هي أول بطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي بيتم بتنظيمها خلال الفترة اللي جاية بعد الإجراءات اللي احترازلة هتتطبق في موضوع فيروس كورونا وجائحة كوفيد 19 فبالتالي العالم كله كله واسل الألام مش هيبقى عنده حديث إلا على هذا الحدث الكبير عشان تشوف قدرة الفيف على تنظيم كأس العالم للأنديا عشان البطلات اللي جاية لسه فيه كأس عالم للمنتخبات لسه فيه كأس عالم بعد إلغاء كأس العالم للناشئين والشباب فعندك حدث استثنائي كأس عالم أنديا بيتنظم في هذا التوقيت وفي هذه الفترة فالعالم كله كله وكالات الأنباء هتكون الصورة من خلال هذه البطولة الكبيرة عايز أتكلم كمان على فكرة اللاعبين اللاعبين بإذن الله يعني إن شاء الله عندهم إصرار كبير جدا نهاردة لو تشوفوا اللقاطات اللي تم يعني إزعيتها عبر السوشيال ميديا أو نشرها عبر السوشيال ميديا الناس كلها مبسوطة بتتكلم عنوان الرحلة أو عنوان سفر البعثة الشياكة والعظمة شياكة الفريق والبعثة بالكامل وعظمة المشاركة في هذا الحدث الكبير كأس العالم للأندية نهاردة حتى في المران بعد المران كان في محاضرة وبعد المحاضرة الفريق توجه بالطبع إلى المطار عايز أقول لكم لا يعني الحالة بشكل عام النهاردة أول ما تصحى كده يوم الجمعة وبعد الصلاة لا الناس كلها بتتكلم على صور حلوة وبتتكلم على شكل إيجابي جدا وبتتكلم على يعني مشاركة إن شاء الله بإذن الله كله بيتمناها ومن النهاردة احنا بتتكلم فيه 29 يناير لغاية المشاركة الأولى يوم 4-2 ففيه كلام كتير جدا وفيه صور حصرية وفيه بعثة إعلامية على أعلى مستوى بإذن الله هتقدم لكم مفاجآت خلال الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر